اجتمع بني إسرائيل بسيدنا موسى فأعجب رجل بمواعظ موسى فسأله هل على الأرض من هو أعلم منك؟ فأجابه موسى أنا أعلم أهل الأرض عاتب الله سيدنا موسى وأعلمه أن هناك من هو أعلم منه إنه العبد الصالح الموجود عند مجمع البحرين وأمر موسى أن يذهب إليه ليتعلم منه بدأ موسى الإعداد لتلك الرحلة وكان لديه غلام أمين وعند مجمع البحرين وجد موسى رجلا يشع من وجهه النور هادئ الحديث فسأله موسى هل أنت العبد الصالح؟ فقال نعم طلب موسى من العبد الصالح أن يأذن له بمصاحبته ليتعلم منه فقال له إن صاحبتني فعليك أن تصبر ولا تسألني كثيرا حتى أخبرك بما يصعب عليك فهمه قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا صابرا ولا أعصي لك أمرا وافق موسى على شروط العبد الصالح وبعد لحظات نظر إلى سفينة في البحر وطلب من أصحابها الركوب معهم فوافقوا وقبل أن ترسو السفينة إلى الشاطئ إذ بالعبد الصالح يمسك بقدوم ويضرب في جنب السفينة حتى خرقها خرقا يعيبها ولا يغرقها اندهش موسى ولم يتمالك نفسه قائلا ماذا فعلت إنهم قوم أكرمون ولم يأخذوا منا أجر أن يكون هذا رد الجميل قال العبد الصالح ألم تعاهدني أنك ستصبر اعتذر موسى وقال لا تؤخذني إني نسيت وستجدني إن شاء الله صابرة فسامحه العبد الصالح ثم واصل السير واتجه إلى قرية وجد فيها أولاد يلعبون فتقدم العبد الصالح وأمسك بغلام وضغط بيده حول عنقه حتى مات فاندهش موسى ولم يتمالك نفسه ثانية وقال للعبد الصالح أتقتل نفسا دون ذنب نظر العبد الصالح إلى موسى وقال له معاتبا أنت لن تستطيع الصبر على مقدرات علم الله تأسف موسى وقال لن أسألك عن شيء بعد ذلك وإن سألتك فارقني واستمر في السير ووصل إلى قرية طلبا من أهلها طعاما فرفضوا فسار حتى وجد جدارا مهدوما فبنى العبد الصالح هذا الجدار فتعجب موسى وقال كان بإمكانك أن تأخذ أجرا على بنائك لهذا الجدار فقال العبد الصالح يا موسى إنك عجزت عن الصبر على ما رأيت فهذا فراق بيني وبينك وسأشرح لك ما صعب عليك فهمه أولا كانت السفينة ملكا لمساكين يعملون عليها ولكن ملك هذه البلاد أصدر أوامره بأخذ كل سفينة صالحة جميلة من أصحابها بالقوة فخرقتها لأعيبها ولا يستولي عليها الملك أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ثانيا الغلام كان ابنا لأبوين مؤمنين صالحين وهذا الغلام سيكون في المستقبل كافرا يرهق أبويه فأراد الله له الموت ليعوضهما ولدا آخر صالحا وأن الغلام فكان أبواه مؤمنين فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما ثالثا الجدار يا موسى كان لأخوين يتيمين مات أبوهما الصالح منذ فترة وتحت هذا الجدار كنز للغلامين ولكن الله أراد أن يحفظ الكنز حتى يكبر الغلامان ويستخرجاه وهنا يا موسى نفترق ولكن قبل ذلك أقول لك إن كل ما فعلته إنما هو بأمر الله عز وجل وليس من عند نفسي وأمنا الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا وإنهار أن يبلغ أشدهما ترجمة نانسي قنقر